بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس إثراءات معكم إلهام الهوش قوانين التعلم الإلكتروني قوانين الصف هي ننظر جيدا إلى الدرس listening ears هذا أننا تصغي وتستمع إلى ما يقال quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة هذا الدرس بعنوان إثراءات بمعنى أننا سنقوم بمراجعة أهم ما تناولنا خلال الفصل الدراسي الأول نبدأ بالدرس الأول بعنوان daily activity wake up and sleep ماذا تعني daily activities؟ الأنشطة التي نقوم بها بشكل يومي أهم شيئين يقوم بهم الإنسان خلال يومه هو شيئين؟ هي شيئين؟ النوم والاستيقاظ ماذا يسمى النوم باللغة الإنجليزية؟ sleep excellent great job repeat after me sleep 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 ماذا تعني كلمة الاستيقاظ باللغة الإنجليزية؟ ماذا تسمى؟ wake up great job so sleep and wake up عندما نستيقظ من النوم ماذا نقول؟ what we should say we have to say ماذا نقول؟ good morning excellent good morning repeat after me good morning good morning good morning ماذا تعني good morning؟ تعني صباح أحسنتم صباح الخير الآن نقرأ هذه الكلمات repeat after me sleep 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 ماذا تعني كلمة sleep؟ تعني نوم أحسنتم wake up wake up wake up ماذا تعني wake up؟ الاستيقاظ great job نفتح الكتب نفتح الكتب open the book page 301 صباح 301 practice number 3 التمرين الثالث match ماذا تعني كلمة match؟ نصل نصل بين هذه الكلمات الكلمة الأولى wake up wake up أحسنتم أحسنتم wake up تعني نستيقظ الكلمة الثانية sleep ماذا تعني كلمة sleep؟ sleep ننام عفوا sleep تعني نوم wake up تعني استيقظ هنا لدينا كلمات مختلفة morning ماذا تعني morning؟ الصباح أم المساء morning تعني أحسنتم الصباح night الصباح أم المساء أحسنتم المساء wake up what time do you wake up at the morning or at night متى نستيقظ في الصباح أم المساء ننظر إلى النافذة متى نستيقظ في الصباح أم المساء في الصباح at the morning great job إذن we wake up at morning and we sleep at night نصل بهذا الشكل في نفس الصفحة practice number four trace بمعنى نكتب على النقاط سنكتب كلمة sleep letter s l e e and p sleep ماذا تعني sleep نوم نوم الكلمة الثانية wake up ماذا تعني wake up هل تعني النوم wake up أحسنتم wake up تعني الاستيقظ great job great job practice number two التمرين الثاني numbers ماذا تعني numbers الأرقام الأعداد أحسنتم جميعها إجابات صحيحة تعلمنا العد حتى number 30 excellent سنختار هذه المجموعة لعدها اليوم let's start counting one two three four five six seven eight nine ten excellent ما هو العدد الذي يلي number ten eleven good job twelve excellent thirteen تين four تين fift تين 16 17 18 19 20 20 1 20 2 20 3 20 4 25 20 6 20 7 and 28 excellent where is number 28 is this 28 no it's 30 is this 28 is this 28 no it's 29 is this 28 yes circle number 28 هل انتهينا من هذا النشاط هل تذكرنا طريقة العد أحسنتم lesson three is letter R الدرس الثالث بعنوان letter R excellent تعرفنا على أشكال letter R capital letter R and small letter R excellent على كلمات أيضا تبدأ بletter R مثل ماذا نفتح الكتب صفحة ثلاثمائة وتسعة practice number three match what is this repeat after me rain 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 ماذا يسمى المطر باللغة الإنجليزية rain الكلمة الثانية أحسنتم أرنب لكن ماذا يسمى الأرنب باللغة الإنجليزية rabbit 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 great job هذه الكلمات تبدأ بأي حرف it began with letter great job with letter R الكلمة الأولى rabbit where is the rabbit good job this is the rabbit الكلمة الثانية rain ماذا تعني كلمة rain تعني المطر أحسنتم نصل بهذا الشكل practice number five التمرين الخامس circle sorry write the letter R نكتب الحرف R كما تعلمنا في السابق له كم شكل letter R شكلين in English capital excellent and small سنبدأ الآن بالكتابة this is capital letter R كيف نكتب letter R خط خط نصف دائرة بهذا الاتجاه ثم خط مائل بهذا الشكل one more time خط مستقيم نصف دائرة ثم خط مائل خط مستقيم نصف دائرة ثم خط مائل this is capital letter R now we will write the small letter R خط قصير ثم خط منحني بهذا الشكل خط قصير ثم خط منحني بهذا الشكل excellent this is small letter R recommendations أو التوصيات practice نتدرب على القراءة التعرف على الأحرف تذكر الكلمات الجديدة العد حتى number 30 listen to an English language لا ننسى الاستماع دائما إلى اللغة الإنكليزية درس اليوم كان بعنوان إثراءات قمنا بمراجعة أهم ما تعلمناه في الفصل الدراسي الأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته